إلى شرق البلاد حيث عاد التوتر من جديد ليسود معظم الجبهات في إقليم الدنباس خلال هذا الأسبوع الانفصاليون الموالون لروسيا قاموا باستخدام منظومة صواريخ جراد في قصفهم على مواقع القوات الأوكرانية نتيجة للاعتداءات المتكررة قتلت جنديان أوكرانيان خلال اليوم الماضي بمنطقة عملية مكافحة الإرهاب حيث أطلق المسلحون النار ستين مرة بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية معظم الهجمات كانت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون خاصة في منطقة ماريوبول حيث تعرضت بلدة شيروكنا إلى قصف باستخدام الدبابات وقاذفات القنابل وفي منطقة دونيسق هجمت بلدة طالكوفكا بالمدفعية كما تعرضت بلدات أخرى لقصف بمدافع الهاون وقاذفات القنابل والأسلحة الخفيفة